مرحبا، أنا اسمي سائد يونس من الأردن وبدي أحكي لكم اليوم عن موضوع بهم كل واحد فينا حاب يتميز وينجح في حياته مثلي، مثل كثير منكم، عندي طموحات كبيرة وأحلام كثيرة حاب أحققها بحياتي واحد من هاي الأحلام كان إني أسافر وأعيش خارج بلدي مش حبا في السفر، ولكن نوع من الاستسلام للأمر الواقع ويمكن الهرب من الظروف للأسف في مجتمعنا العربي يوميا بنتعرض لكم هائل من الإحباطات والطاقات السلبية وكثير بنسمع عبارات مثل مستحيل أنت ما بتقدر الوضع صعب البلد تعبانه إلى آخره وهذا الشي منشوفه بنعكس على الشباب بأفكارهم وتصرفاتهم كثير من الشباب تركوا بلادهم وسافروا على أمل إنهم يلاقوا مكان أفضل وفرص أكثر بتمر الشهور والسنوات وبتذبل زهرة شبابهم وعلى الأغلب ما بيحققوا شيء ملموس يفتخروا فيه يمكن لو بذلوا نفس الجهد اللي بيبذلوه في دول أخرى كانوا حققوا نجاح أكبر في بلدهم علاوة على شعور الغربة والوحدة اللي برسم ملامح معظم أيامهم أكيد السفر بحد ذاته مش غلط بالعكس السفر شيء رائع ومفيد ولكن الغلط هو اليأس والاستسلام إذا كان قرار سفرك نابع من اليأس على الأغلب إنك رح تصطدم بواقع أصعب في المكان اللي بدك تروحه الناجح ناجح وين ما يكون وإذا بتبحث في قصص اللي نجحوا بر بلادهم بتكتشف إنهم أساساً كانوا ناجحين في بلادهم كل اللي أضافوا السفر إلهم يمكن إنه أعطاهم فرصة أفضل عززت النجاح الموجود عندهم بالأساس قبل سنة كنت سهران مع شباب صحابي وكانوا قاعدين بيحكوا عن الوضع الصعب وإنه ما في فرص شغل وحتى لو يشتغلوا ما رح يقدروا يكفوا مصاريفهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وا 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 من كتير من الأشياء اللي بنسمعها بشكل يومي يجي تسألتهم بشكل عفوي معقول ما في ولا طريقة ولا طريقة الواحد في بلدنا يبلش من الصفر ويحقق نجاح كبير بشكل قانوني وأخلاقي طبعا ويمكن مثلا يصير مليونير طبعا أنا سألتهم السؤال من هون وما شفت إلا الكل انفجر بالضحك والاستهزاء وكأني حكيت لهم أقوى نكتة بيسمعوها بحياتهم ناقشتهم بالموضوع شوي ولما رجعت على البيت واتطلعت على وجه ابني يامن اللي كان وقتها عمره شهرين فيه شرارة ولدت داخلي وإصرار كبير على النجاح من هالبلد وعهدت يامن أني أكون أحسن أب بقدر أكونه وأصير في حياتي أحسن إنسان بقدر أصيره من وقتها بدأت أبحث عن أفضل الطرق للنجاح والتميز واكتشفت إنه هاي الطرق صعب نتعلمها من الكتب لازم نتعلمها من خبرات وتجارب أشخاص فعليين رياديين نجحوا ومشوا في هذا الطريق قبلنا عشان هيك حطيت هدف إني أقابل أكبر عدد ممكن من الناجحين وأدور عليهم في كل مكان حتى أتعلم منهم وأستفيد من خبراتهم ولإني حاب أفيد أكبر عدد ممكن من الناس فكرت أسجل لقاءاتي مع الرياديين الناجحين على شكل برنامج يكون مرجع لكل ريادي طموح ومصدر إلهام ومعلومات قيمة ومن هون بلشت فكرة برنامج ريادي من بلادي في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم في بداية كل حلقة رح أقدم الريادي وأعرفكم عليه وبعد هيك رح ننتقل حتى نغوص أكثر في تفاصيل رحلة الريادية ونتعرف على حكمته المفضلة في الحياة ولحظات الفشل والتحدي لحظات النجاح ولحظات الفخر اللي مر فيها كمان رح يحكي لنا قصة فكرة جديدة إيجته ونمشي معه برحلته شوي شوي حتى نشوف كيف حول الفكرة لشركة أو مشروع ناجح بعد هيك رح نتعرف أكثر على عمله الحالي ورؤيته للمستقبل في الجزء الثاني من برنامجنا رح ندخل في الجولة السريعة الجولة السريعة هي فقرة منبحر فيها مع الريادي في مركب الإبداع حتى نصطاد إجابات محددة ومعلومات رائعة ووصفات سحرية بتساعدنا على النجاح في رحلتنا كرياديين في الجولة السريعة رح نسأل الريادي أسئلة سريعة ونستنى منه إجابات ملهلبة رح نعرف منه شوه الشيء الأساسي اللي كان مانعه من إنه يصير ريادي وشوه أفضل نصيحة اتلقاها في حياته رح يخبرنا عن وحدة من عاداته الشخصية اللي ساهمت بشكل كبير في نجاحه ورح نعرف منه شوه كتابه المفضل ومش بس هيك رايحين نختم الجولة السريعة بوصفة سرية خاصة نكتشفها مع كل ريادي ونتعلم من خبرته كيف نبدأ رحلتنا الريادية اليوم ومن الصفر كثير مننا حابين يحسنوا وضعهم المعيشي وكثير مننا عندهم أفكار لما شريعوا شركات ومنتجات حابين يعملوها ولكن مش عارفين من وين يبلشوا وما عندهم فكرة شو يعملوا المعلومات القيمة اللي رح نحصل عليها من ضيوفنا رح يضوي لكم بداية الطريق وتساعدكم في رحلتكم لتحقيق أهدافكم وخططكم هدفي من برنامج ريادي من بلادي إني أقدم لكم محتوى يحفزكم للانطلاق والتقدم ويلهمكم للنجاح حتى نخلي العالم اللي عايشين فيه مكان أفضل وأروع وأجمل بلادي فيها ناجحين ورياديين كثار يمكن للوهل الأولى ما تلاقيهم ولكن اللي بدور منيح رح يوصل لهدفه ومثل ما بيقول المثل اللي بيسأل ما بيتوه وأنا قضيت فترة طويلة أدور وأبحث حتى أجيب لكم قصص أشخاص رائعين ومتميزين لحد عندكم في برنامج ريادي من بلادي حبيتوا الفكرة وحبين تساعدوني أكيد بتقدروا تساعدوني خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا في حكمة صينية بتقول أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل عشرين سنة ولكن ثاني أفضل وقت هو اليوم بلاش نضل نلوم الوقت والظروف والمجتمع خلينا نتحمل مسؤولية نجاحنا وسعادتنا لهيك أنا قررت اليوم أزرع شجرة خير وبهمتكم معي رح يعم الخير أكثر وأكثر إذا بتسأل كيف ممكن تساعد وتشارك معنا الموضوع بسيط كثير وبإمكانك تساعد بطريقتين الأولى لو كنت ريادي ناجح وحاب تشارك قصتك مع عشيرة الرياديين في بلادي أو لو بتعرف قصة نجاح متميزة بتستحق الحديث عنها اتواصل معي على الإيميل story story at saidyounis.com وأكتب لي عن هاي القصص وعن أصحابها حتى نستضيفهم معنا في ريادي من بلادي والطريقة الثانية إنك تتابع البرنامج وتعمله لايك على الفيسبوك وتشاركه مع أصدقائك وتدخل على موقعي على الإنترنت saidyounis.com وتسجل اسمك وإيميلك حتى يوصلك كل جديد من ريادي من بلادي هيك عشيرة الرياديين رح تكبر أكثر وأكثر وبهمتكم أكيد بلادي رح تعمر كل روابط الخاصة بالبرنامج رح تكون أسفل الرسالة على اليوتيوب وكمان بتقدروا تلاقوها بسهولة على موقعي saidyounis.com لو كنت بتسمع هاي الرسالة وبتسأل شو هي بلادي بقول لك إن بلادي هي الأردن وفلسطين ومصر والسودان والجزائر والمغرب والعراق والسعودية واليمن وسوريا وتونس والصومال وليبيا وأريتيريا والإمارات ولبنان وموريتانيا والكويت وأومان وقطر وجبوتي والصحراء المغربية والبحرين وجزر القبر بلادي ببساطة هي كل مكان بتسمع في لغة الضاد وكل إنسان ناجح هو ريادي من بلادي برنامج ريادي من بلادي هو مبادرة فردية انطلقت من استوديو صغير في بيتي أنا سائد يونس وهدفها تساعد جيل كامل على صناعة حياة أفضل خطوة بخطوة إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الرسالة مع أصدقائك يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة اتغير لهم حياتهم للأفضل ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا قريباً رح ينطلق البرنامج بمقابلات رائعة وقصص نجاح متميزة لا تفوتكم شكراً لاستماعكم وداهمكم بحييكم جميعاً وبتمنى لكم حياة رائعة سائد يونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة